السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم من جديد ومع حرف جديد اللي هو حرف الميم في هذا الفيديو سنتعرف على حرف الميم مع الحركات القصيرة والحركات الطويلة قرأت حرف الميم في مقاطع ثم قرأت حرف الميم في كلمات والجمل أهلا بك نزار أهلا أصدقاء الصغار السؤال الأول أكتشف وأتعرف أرفع يدي إذا سمعت الصوت الميم ماعز أحسنت نزار تحتوي على حرف الميم حمار حمار أحسنت نزار تحتوي على حرف الميم ثم مهر هل تحتوي على حرف الميم؟ نعم حسن جدا نزار مهر تحتوي على حرف الميم الآن نمر إلى السؤال الموالي وهو السؤال الثاني أضع علامة تحت الصورة إذا سمعت الصوت الميم في وسط الكلمة فقط نزار صوت الميم في وسط الكلمة الكلمة الأولى هي مريام هل حرف الميم في وسط الكلمة مريام النزار؟ لا حرف الميم في بداية الكلمة وفي آخر الكلمة إذا لا نضع علامة دميات نضع علامة لا نفعو اليد نزار هل نضع علامة؟ نعم نعم لأن حرف الميم في وسط الكلمة كلمة دم ياتن هناك حرف الميم في وسط الكلمة؟ على بعد ذلك ممدد نضع علامة نزار نعم وسط الكلمة حرف الميم في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة ممدد ممدد إذن نضع علامة نعم الحرف الميم في وسط الكلمة؟ لا لا حرف الميم في آخر الكلمة إذن لا نضع علامة نضع علامة فقط في دمية وسط الكلمة ممدد حرف الميم في وسط الكلمة سؤال موالي هو أقرأ وأتعرف أشكال حرف الميم الحرف في أول كلمة الحرف في وسط الكلمة ثم الحرف في آخر الكلمة هيا نبدأ نزار الحرف في وسط في أول كلمة أولا هيا نقرأ نزار معا ممدد حرف الميم في أول الكلمة ثم كلمة ممدد حرف الميم في آخر الكلمة ممدد هل حرف الميم في آخر الكلمة نزار؟ وسط في وسط وفي آخر وفي الأول نزار؟ الأول لاحظ اللون الأحمر مو مو في أول الكلمة الآن الحرف في وسط الكلمة حمامن حمامن أحسن تنزار حرف الميم في آخر الكلمة في آخر الكلمة واللون الأحمر؟ حرف الميم باللون الأحمر في وسط الكلمة الكلمة حمامن مو مو في وسط الكلمة ثم دو ميات مم بالأحمر في وسط الكلمة الكلمة الحرف في آخر الكلمة ناما حرف المي في آخر الكلمة نزار مر مريم يا مو مو مريم أحسنت حرف الميم في آخر الكلمة مو مو الآن أستثمر والسؤال الرابع أضع علامة تحت الميم مع الحركات القصيرة فقط والحركات القصيرة هي الفتحة ضم ضم الكسرة والسكون أحسنت م ما لها الفتحة إذن حركة قصيرة حسن جدا إذن نضع علامة أحسنت مو مو حركة طويلة هل نضع علامة لا لا دا 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 إذا حرف الميم لا لا نعم مي مي حركة طويلة لا نضع علامة أحسنت نزار ما هل نضع علامة لا لأن حركة طويلة دو هل نضع علامة لا لأن حرف الدال مي حركة قصيرة الكسرة إذن نضع علامة أحسنت نزار على السؤال لازالت هناك حرف الميم مو مو هل نضع علامة نعم نعم الضم حركة قصيرة إذن نضع علامة والسؤال الموالي أقرأ الميم مع التنوين ثم أصله بالكلمة المناسبة التي تتضمنه ماذا نعني بالتنوين إما فتحتين أو كسرتين أو ضمتين أحسنت نزار هل نقرأ أولاً كل ميم نقرأ أولاً أحسنت نزار نقرأ أولاً مان مون مين حمام نصلها ب مون أحسنت نزار هل نقرأ أولاً المقاطع مون مين مان نقرأ الكلمة دا مون نصلها ب مون ضمتين مع التنوين ضمتين مون مون الآن سؤال السادس أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال هناك حمام كلمة حمام مجزئة إلى مقاطع ح مون ح مقطع الأول مون 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 المقطع الثالث حسن جداً نزار إذا نفعل نفس الشيء بالنسبة لداما دا ما المقطع الأول ما حرفوا دا المقطع الأول ما ما المقطع الثاني أحسن نزار مي دا دا دن دن مي المقطع الأول دا المقطع الثاني دن المقطع الثالث أحسن نزار مي دا دن مي مي دا دن أحسن نزار أقرأوا أقرأوا المقاطع هيا نزار ما أحسن مو مي ما ما حركات طويلة مو مي مي حركات الطويلة أحسنت من من بالتنوين من 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 أحسن نزار هيا نعيد مع نزار حرف المي مع الحركات قصيرة الحركات طويلة ثم ما الفتحة مع حرف المي مع الضم مو حرف المي مع الكسرة مي هذه الحركات القصيرة الآن مع الحركات الطويلة ما حرف المي مع الأليف ما حرف المي مع الواو مو حرف المي مع اليا مي هذا حرف المي مع الحركات الطويلة ما مو مي الآن حرف المي مع التنوين من فتحتين من ضمتين من وكسرتين من أحسنت نزال نمر إلى السؤال الثامن أقرأ الكلمات سنقرأ الكلمات تحتوي على حرف الميم هيا نبدأ بالكلمة الأولى مو ماداد أحسنت نزال ممداد الكلمة الموالية ميداد ميداد والكلمة الثالثة داما أحسنت دامن أحسنت نزال ماما 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 مداد ممر الآن إلى السؤال التاسع أقرأ وأضع علامة أمام الجملة المناسبة للصورة هيا نشاهد الصورة نزال ماذا يوجد في الصورة؟ الولد الأولاد أو الأطفال والحمامات والحمامات أحسنت نزال هيا نقرأ الجملة هذه هذه دار مريم هذه دار مريم الجملة الأولى أحسنت نزال هذا هذا حمام مريم حمام مريم إذن ما هي الجملة الصحيحة؟ حمام مريم أحسنت نزال إذن نضع علامة أماما هذا حمام مريم أحسنت الآن سنمر إلى الجزء الآخر من حرف الميم أكتب ولاحظ ما صار الحرفي ثم أكتب حرف الميم في بداية الكلمة حرف الميم في وسط الكلمة ثم حرف الميم في آخر الكلمة ما صار كتابة حرف الميم في أول الكلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة بالنسبة لنزال قام مسبقا بكتابة حرف الميم مع الحركات القصيرة الحركات طويلة ثم في كلمات ماما سيقوم بالقراءة فقط هيا نزال اقرأ مي 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 أحسنت ما في وسط الكلمة ما 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 مو 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 مع الحركات الطويلة الواو مو 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 ماما 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 أحسنت نزال اختاروا المقطع المناسب وأكمله سنقوم بقراءة المقاطع ثم نكمل بالمقطع المناسب هيا نزال اقرأ المقطع الأول مون مون أحسنت ضمتين مون مين ليس مين نزال مين مي مي حركة كسرة واحدة حركة قصيرة الكسرة واحدة مي دن دن نزال ضمتين حرف الدار مع الضمتين دن دن هيا قرأ الكلمات حماما حماما المقطع المناسب هو من من أحسنت الكلمة الموالية ميداد ميداد المقطع المناسب هو دن دن أحسنت نزال هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو شكرا على المتابعة وإلى لقاء موسيقى موسيقى شكرا على المناسبة للمشاهدة وإلى موسيقى